الحقيقة في بداية كلامي أنا عايز أحيي صديقي وزميلنا الأستاذ مهيب عبدالهادي الناس كلها كانت بتتساءل هي ليه منتخب مصر طلع من كأس الأمم الأفريقية الوحيد اللي جاوب على هذا السؤال مهيب عبدالهادي كابتن مهيب امبارح في برنامجه جاب عمل حلقة مع كابتن أيمن عبدالعزيز بعد ما سمعنا الحلقة وتفرجنا على الحلقة عرفنا ليه مصر أو منتخب مصر خرج من بطولة كأس الأمم الأفريقية من دور الستاشر وبالعكس حمدنا ربنا حمدنا ربنا أنه فعلا وصلنا لدور الستاشر لأنه الحقيقة أنا عايز أرجع بالزمن للخلف شوي للفترة ما قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية يعني أو كان بمعنى أصح كان نفسي بطولة الأمم الأفريقية اللي شغالة دلوقتي ما تتلعبش لأن الحقيقة زي ما قلت لحضراتكم البطولة دي كشفت لينا العديد من الأمور الكارثية وكشفت لينا أشخاص كنا بنتخيل أنهم أصحاب مسئولية أشخاص كنا نأمل أنهم على قدر المهمة وأنهم قادرين على تحمل أحلام وطموحات الشعب المصري وقادرين وقدرين أنهم يتحملوا 120 مليون مصري بمختلف انتماءاتهم بالمناسبة ولكن بطولة الأمم الأفريقية دي كشفت لينا مجموعة من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء الاتحاد أقل ما يقال عليهم أنهم دون المستوى بعد الفشل الزريع والمنقطع النظير في كل شيء الصراحة يعني ياخدوا الأوسكار في الفشل أوسكار في الفشل تخطيط ورؤية مستقبلية وتوقعات وقرارات مرتعشة زي ما قلت لحضراتكم قبل كتب